اشتركوا في القناة وهذا حديثي اليكم مباشر عبر الفيسبوك واليوتيوب ازلوا في اللون اخواني في هذه اللحظات التي أحدثكم فيها يقوم ما يسمى بمحكمة الامسان بمحاكمات تقوم محكمة الامسان وقضاء الامسان بمحاكمات احرار البلاد الذين تظاهروا امس في تلمسان ضد الخائن علي بن فليس كل من يشارك في هذه الانتخابات خاصة المشاركة بالمرشح شخصيا واعتقد ان هذا الرأي العام سائد لدى الجزائرين يعتبرونه خائنا خائنا للشعب خائنا لمطالبه خائنا للحرية خائنا للدولة المدنية خائنا لهذه البلاد الذي خربها كبار الضباط كبار الجنيرالات في هذه اللحظات اذن يقف اخوانكم وقفة رجولة وشهامة ومرؤة في مواجهة العصابة وقضاء العصابة واتباع واذناب العصابة حي الله احرار تلمسان حي الله الرجال والنساء في تلمسان الذين تعرضوا لظلم كبير مرتين مرة لان العصابة جزء الرئيسي من العصابة اللي راح الان جزء منها في السجن وجزء ما زال يعبث يحسب على تلمسان وآهل تلمسان براء منهم برياء منهم ومرأ مثلهم مثل كل جزائريين وكان يمكن لتلمسان ان تكون احدى العواصم هذه البلاد احدى مدن الكبرى وقد كانت عاصمة عبر التاريخ لمئات سنين كانت تلمسان مثل البجاية كانت عاصمتين من عواصم الدول التي حكمت هذه البلاد لكن ليس في تلمسان فقط فاليوم كان عشرين متهم في محكمة التي تسمى سيد محمد والآن يطلق عليها الشعب يطلق عليها محكمة الخاين الخاين قايد صالح لأنها بالفعل هذه المحكمة ستدخل لمزبلة التاريخ باعتبارها ترتكف في أخطاء كارثية حتى ضد القانون انتعى البلاد اللي هو في خدمتهم في مصالحهم وقاعدين يعدلوا فيه ويغيروا فيه كما يريدون ليس هناك منطق في هذه في هذه المحكمة بالذات اللي يرى اللي يريد كبار قضاة فيها خاصة النيابة لكن أيضا قضاة التحقيق رئيس المحكمة ورئيسة المحكمة بعبارة دق يريدون أن يكون ولائهم يتجاوز كل ولاء خيانتهم وخضوعهم للعسكر تتجاوز كل ولاء ليس هناك منطق في أي بلد في هذا العالم أن تكون نفس التهمة محكمة حاكم أكثر محاكم البلاد يطلقون صراحة الناس اللي فيها أو المتهمين بسببها في حين أن محكمة سيد محمد تحكم بأحكام مغلظة أحيانا على واحد لبس كاسكيتا أو شعار ريف دوفيدو أو الرأي الأمازيغية الثقافية اللي إخوانا القبائل يقولون ويرددون أنها تمثيل ثقافي وليس وطني وأن العالم الجزائر كما قالوا اليوم إخواننا هؤلاء اللي كانوا يتحكموا قالوا بأن الجزائر فوق كل اعتبار وفوق كل شيء بالنسبة إليهم الجزائر وطنهم والجزائر بلدهم وأنها لم لأن التهمة سخيفة حقا وهي تهمة تهديد الوحدة الوطنية اللي مش موجودة أصلا في القانون بمعنى أن حمل راية أخرى ليس هناك شيء في القانون يسمى أن حمل راية أخرى خلنا حتى من أي راية فيها تهديد للوحدة الوطنية إذن قلت هذه المحكمة وقضاتها وفي الحقيقة أي محكمة مش هذه فقط أي محكمة في بعض المحاكم الأخرى أيضا هذه هي المحكمة اللي اشتهرت لكن بمحاكم أخرى وقضات آخرين ممن يخضعون لحكم العسكر ولحكم الجنرالات ولقانون العسكر وليس لقانون البلاد اللي احنا أصلا علينا عندنا تحفظات فيه لكن مع ذلك حتى هذا القانون يخترقونه إذن كل قاضي في الحقيقة يحكم على الشباب وعلى الرجال وعلى النساء اللي خرجوا بشي حروه خرجوا من أجل دولة المدنية دولة العدل والحق والقانون اللي هي من أولوياتها ومن أعمدتها القضاء المستقل يعني بدون قضاء مستقل ليس هناك دولة العدل ولا الحق ولا القانون وليس هناك الدولة المدنية في الوقت اللي الناس خرجت بشتحرر القضاة القضاة يحكمون على هؤلاء الناس بالسجن إذن اليوم كان عشرين 11 مسجون وتسعة من اللي سموها تحت الرقابة ولم تصدر لأحكام وقالوا أنها ستصدر في 25 نوفمبر إذا كان لهم ذرة كرامة وذرة حب لهذا الوطن وذرة بحث عن استقلالية فإن القاضي يوم 25 نوفمبر يجب أن يطلق هؤلاء لكن ليس في في محكمة سيد محمد فقط اليوم في محكمة سديب العباس أو أمس بعبارة دق تم الحكم على عبدالله بن ديد أحمد 42 سنة بسنتين كاملتين سنتين سجن وشيء جميل حسب بعض الجرائد اللي نقلت هذا الحوار هو الحوار لدار ما بين القاضي وأخونا أحمد أخونا أحمد عمره 42 سنة فالقاضي يقول له أنك متهم لأنك قمت بنشر بوستات على الفيسبوك توهين القايد صالح وتوهين الجيش الوطني الشهد الرد أنت أخونا أحمد خلاصة يعني أحمد قال لكم الخلاصة فقط حتى لو طيل قالوا أن لا يهين الجيش لأن الجيش جيشه وأن الجيش جيشنا وأن قلنا أن الجيش خوتنا إنما هو انتقاد القايد صالح باعتباره يقوم بعمل سياسي لم يعد عسكري فقط إنما يقوم بعمل سياسي وأضاف بأن ويسأل القاضي يقول له ولكن أنت تعرف جيش قال له أنا ما أعرفه الشخصية والمشكلة ما هي الشخصية ولكن أنا مع ذلك رحت وزرت عنابة واتظهرت في عنابة وأسألت الناس عليه والناس كلهم مسرين على أن جيش صالح وأبناء نهبين عنابة الخلاصة أن أخونا هذا هذا الحل هذا الرجل هذا الشهم حكم عليه بسنتين سجن من محكمة سيد ابن العباس يسقط القضاء الخاضع ليرونجيلس العسكر يسقط القضاء الخاضع ليرونجيلس العسكر إخواني رفعوا هذا الشعار رفعه في كل مكان غدا إن شاء الله ستكون ثلاثاء عظيمة أخرى أرفع هذا الشعار في كل مكان يسقط القضاء عملاء الجنيرالات يسقط القضاء عملاء الجنيرالات ويسقط القضاء الخاضع ليرونجيلس قضاء مستقل ودولة مستقلة وجزير مستقلة ودولة مدنية بإذن الله والحقيقة أن هناك اعتقالات في عدة مدن كانت هناك العيدة وإن كان نطلقها صراح الذين اعتقلوا كانت هناك اعتقالات في بسكرا أمس في أدرار ومحاد قاسمي من هنا وجه له التحية لليوم خرج وبعد أن نطلق صراحه بساعات كان يقود مظاهرة أخرى وهذه المرة ضد تببول تببولي بالمناسبة نوصي خوتي في بشار نراه غدا صباحا الساعة الثامنة سيكون في بشار هو في الحقيقة نراه في الواتة والواتة هذه حسب ما قيل لي من إخواننا الأحرار هناك أنها قرية في بشار أو بجانب بشار فهاه جايكم تبون هذا المرشح الأول للعصابة لعصابة القايد صالح فتلوا فيه يعني تلوا فيه هؤلاء إخوانا صراحة ويخونون الشعب اللي راح يتظاهر منذ تسعة أشهر بلا استثناء بلا توقف مظاهرات واحتجاجات في الحقيقة أنها برغم دوامها وطولها واستمرارها إلا أنها تدوم بل بالعكس يزداد الإسرار ويزداد التحدي أكبر من أي وقت ماذا إذن هوجيكم يا أحرار بشار وبشار هذه حقيقة مدينة كلها أحرار بشار هذه قامت باحتجاجات ومظاهرات بلا توقف تقريبا في السنوات الأخيرة الماضية بلا توقف اليوم أيضا إذن قلت بن جرينا في البليدة وآخرين حتى ره بدتت والأحكام اللي كانت أيضا بن فليس كان في مدينة وكان هناك احتجاجات عليه لكن لا أتذكر هالآن بالضبط غدا أيضا حتى لا أنسى لأحرار المدية أو جاي هناك ما يسمى بوزير السكن فتلوا فيه محاكمات أيضا اللي تمت في الحقيقة في محكمة سيد محمد كانت مؤثرة جدا خاصة أن المحامين انسحبوا منها وانسحبوا عن حق وقد كان موقف جريء وقوي نسانده بقوة وهو أن ليس هناك محاكمات عادلة ولذلك على المحامين أن لا يحضر هذه المحاكمات اللي هي محاكمات التليفون إذا كان القاضي حر فسيطلق صراحة الأحرار أما إذا كان أحد الأتباع فإنك تدير محامي ولا ما تديرش غير كيف كيف غير مضيعة الدراهم ومضيعة الوقت وإن كان كثير من المحامين الآن رغم يقوموا بأعمال بلا مقابل ونحن نحيي المحامين الأحرار وتمنى على أخواني المحامين أن لا يتقاضعوا مالا مقابل دفاعهم عن هؤلاء الشرفاء لأنه هذا هؤلاء يدافعون عننا جميعا بما فيهم محامين لأن دولة القانون سيستفيد منها كل إنسان كفر كل إنسان حر كل إنسان شريف وسيخسر فيها لمعتمدين على الوساطة لمعتمدين على الرشوة لمعتمدين على الفساد وهذا هو الذي يبحث عليه الشعر بالنسبة للإخواني اللي عم يذكروا الآن القضية الكرية البارح كنت وعدت باش نتكلم عن الموضوع لكن للأسف يعني نسيت في نهاية خاصة أني كنت شعرت بنوع من الغضب من تصرفات بعض الأشخاص وأنا حينما كنت أتحدث على قسوم ثم على CRP فربما أنساني ذلك الحديث لكن إن شاء الله اليوم سأتحدث بكل تأكيد على الموضوع أمس أيضا حدثتكم على CRP اليوم جمعت CRP كاشيريست مسؤولي CRP شعروا بالخطورة بعد أن تحدثت على الموضوع خلينا نزل لكم تفاصيل شعروا بالخطورة وتليفونات وحضرت بينهم لقاءات حسب ما خبرني أحد الأفاظل وبدأوا يشكلوا في مجموعات تعذوبة باش يهاجموني يعني تكلمت على أن بلك الناس كثير من أهل CRP والبلوزداد ما كانواش عارفين أن في الحقيقة فريقهم تملكه شركة تابعة لسفهاء الإمارات اللي هي شركة مادار وذلك نحكي لكم شوية على الشركة هذه أيضا إذا قلت فراحوا ففيه شكل مجموعة والتهجم والسب يعني ماذا ستزيد هناك آلاف الحسابات الزوبابية التي تهاجمني وليس من الآن منذ سنوات طويلة خاصة منذ 22 فبرايل طبعا تضاعفت بشكل رهيب وهم الناس يشوفوا أحيانا تصل الهجومات تنتعى الزوباب إلى آلاف تتجاوز عشرين ألف مرة تتجاوز ثلاثين ألف هجوم في اليوم الواحد على صفحتي فقط لا نحكيش على مواقعهم وصفحاتهم وحساباتهم وحسابات آخرين لا نحكيش على هذا فقط على صفحتي حسب أخو الأخ المساعد أنها تجاوزت في بعض الأيام ثلاثين ألف هجوم يومي لما يتجون أنتم أجمعت الكاشيريست التعسير بي لراكم مستفيدين وراكم خاضعين لليمني هذا المدار الإمارات لما تزيدوا تجدوا عشرة أو خمستعش شباب وتعطهم شيء يدراهم باش يسبوني يعني ماذا سيضيف لأن يضيف عندي شيء وإذاك من حين لآخر حينما يبعث لآخر يقول لي سنبدأ في هجوم يعني ماذا ستوضيف يعني في آلاف يهاجموا يعني كيزيد واحد للآلاف أصلا لا نسمع به يعني لما يكون كيزيد 30 ألف هجوم حتى لو كان يزيد خمس ألف هجوم في اليوم فإنهم لا يشكلون شيء يعني والله لو كان أهل الهند والصين كلهم ضدي وأنا أعرف أني على حق والله ما ترجعت خطوة واحدة ولا كلمة واحدة تبات هذا من عند الله سبحانه وتعالى هو اللي خلاني 24 سنة أكثر من 24 سنة الآن وأنا في معركة لا تتوقف لم تتوقف يوم واحد حياتي كلها نذرتها لهذه البلاد وستكون بإذن الله وستستمر والله لو اجتمع أهل الأرض جميعا على أن يعارضونني في حق أعرفوه أنه حق الله ما ترجعت مهما كانت ضغوطات مهما كانت الهجومات مهما كانت سب والحمد لله على ذلك إذن هذه المدار في الحقيقة المدار هي شركة سينتياء الشركة الوطنية التي تبغ الكبريت اللي تأسد في 1963 واللي كانت ملكية للدولة واش عمل بوتفليقة طبعا تعرفوا قصة بوتفليقة و دهابوا للإمارات اللي اعطاولوا آنذاك صفة مستشار باش يعطلوا أموال بلا حدود وباش يكون خادم عندهم لما جابوه الجنيرال في آفريل 99 فإن أول شيء يبدأ به هو بيع البلاد تقريبا بالدينار الرمزي لعدة دول ولكن خاصة للإمارات فاستولت الإمارات على عدد الشركات عدد من الأراضي من القطاعات من الصناعات العسكرية المدنية يعني تدخل دبي هذه العالمية الموانئ تدخل الإمارات في الجزيرة لا أعلم إلى أي حد راهوا رهيب ولم يكتفوا بذلك بل أن الشخص كان يمثل مصالح الإماراتية والذي هو كان من بعد يمثل هذه الشركة التي يسموها مادار هذه شركة سينتيا إذن وش درب في اللقاء أعطاها للإماراتيين طبعا بمقابل لا معنى له والسينتيا هي الشمة والدخان والزناميت الشمة والدخان والزناميت بطبيعة الحال الشركة رابحة وشركة مش بسيطة فيها فيها أكثر من 2500 عامل يعني وأموال هائلة قدمها لهم بأشياء بسيطة أو بمقابل بسيط في حين أن شركة عالمية طلبت أن تكون أن تدخل في رأس مامس شركة سينتيا تبغو الكبريت هذه رفضها بودفليقة أنا ذاك وأعطيت للإماراتيين والإماراتيين من خلالها وتحت تغطية تاحة دخلوا في عدة قضايا وفي شراء الذمم شراءوا ذمم بتاع جنرالات وتع وزارة وتع السفراء وتع الوزراء كان يرحوا عنده يعني البوشي كان هكذا أعطيت فيلا أعطيت كات كات قطعة أرض الهي إلى آخر أعطيت أبارتمون لكسيو إلى آخر البوشي هو قطرة فيما كان يفعله هذا اليمني أنا لنسيت أسم ذلك ممكن تذكره الذي يحمل بعد الجنسية الإماراتية وكان عنده جناح كامل في فندق الهيلتون فيه يستقبل كبار المسؤولين وفيه يقوم بالعمليات وفيه يشري الذمم من بين الأشياء التي يعمل هذين فريق السياربي لكن هذه مدار في الحقيقة ليست فقط استولات كلات سنتيا تماما إنما عندها مدار X سنتيا 100% 100% مدار لكن هذه المدار ما لديه ستايم 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 السسج الهافد 22% السسج سنتر 13% الس إي آش 8.35% طيال 13.31% الجيريا كوربورات يونيفرسيتي 7% هذه المعلومات ليست سرية وخاصة فقط أحد الأفاضل يستمر بحث وبعثولي هذه موجودة في موقع يسمى industry.gov.dz industry.gov.dz أي واحد يقدر يدخل ليلقى هذه المعلومات هذه إحدى تجليات نهب البلاد من طرف الإمارات لكن هل الإمارات فقط لتنهب البلاد؟ لا شركات فرنسية تنهب بلا حدود صينية أمريكية وشركات أخرى مال بلا راعي مال شعب أصبح بلا راعي الراعي خائل الشعب الحاكم اللي هو المفروض الراعي خان الشعب وخاب الوطن وخان البلاد وباعوها وإذاك الشعب يخرج ويرفع باعوها يعلي باعوها باعوها يعلي في رمزية لعليل أبوانتس باعوها وأحيانا بالدنار الرمزي أحيانا مش برك بالدنار الرمزي يزيدوهم قروض من البنوك الجزائرية يزيدوهم قروض من البنوك واش يديروا؟ مثلا قال كم هذا نعطو مثال قال هذا 10 سنتيا كذا يقولهم أنا باش ماخرش العمال لازم تعاونوني يضرب هذك خمسين مليار مئة مليار على أساس أنها دعم دعم الدولة أحيانا إضافة إلى القروض يعني كاين دعم الدولة اللي يزيد تقدموا نعطوهم شركات انتعنا وهذه الشركات في الغالب رابحة كما السنتيا واش تخسر وما نزيدوش فقط هكذاك قال باش نحافظ على العمال لازم الدولة تزيد تساهم معنا الخزينة العامة خزينة الشعب تزيد تساهم في دعم هذه الشركات وزيد من بعد هذه الشركات تستطيع أن تأخذ أراضي ثم تطلب قروض من البنوك اللي في الغالب لا ترد لأنها فيه تدخلات واختلاسات مع رؤساء البنوك مع مدراء البنوك مع كبار المسؤولين مع كبار الوزراء وهكذا ولذلك فقر الشعب الجزائري أكثر من 1200 مليار دولار بعض المصادر تحدثها 1500 مليار دولار في حكم بوتفليقة مع ذلك شوفوا الحالة تعال الطرقات تعال المستشفيات تعال المدارس شوفوا قطع شوية مطر شوفوا ثلود شوفوا الجزائري كفش تولي يعني وكأنها العاصمة مرات والتي تشغل دشرة في بعض المناطق العاصمة تشغل دشرات أما تشر والقورة والمدن الداخلية هذا تحدث ولا حرج لماذا؟ لأن ما لنا كلاه كلاه سوفهاء البلاد وكلاوه البرانية اللي جابوا تفليقة وقسم عليهم كل الأموال إما باش يرد لمزية اللي كانوا فيما ديرين فيها الإمارات كانوا ديرينهم فيها وإما باش يشري الدمان باش يبقى ويجينا مثلا واحد مثل هولاند في 2013 يجينا هولاند ويقول باللي بوتفليقة لقيته بفكر هائل بعقل ناضج بمسخرة أمام العالم يجي رئيس فرنسا في جوان 2013 أو كانت في 2014 ممكن على الأرجح يجي نعم في 2014 يجي ويقول لك بأن بوتفليقة كان في حالة هائلة وتفكير هائل حتى استخدم كلمة اللي هي تعني يقضان في الفهم وفي العقل وفي مقابل ماذا يقول لواحد كما الرئيس الفرنسي يقول هذا مقابل أموالنا مقابل مصالحنا مقابل أجوائنا مقابل آراضينا مقابل شركاتنا مقابل ذلك ما فيش حاجة باطل ما فيش حاجة كراتوي إذن الكاشيريس نتاع السيربي روحوا جيبوا معاكم عشرات الألافة احتأخوا من الذباب واروحوا كلكم سبوا درك الخال إخوة يزيدوا يبحثوا الأخ الفاضي هذا يزيد يبحث إن شاء الله في التفاصيل ونرجع لكم لكن القضية ليس شخصية ما نعرفكم ولم أسمع بكم أصلا وإنما هي قضية وطن وأنا متأكد أن حرار بالوزداد لن يسمحوا لهذه الشركة أن تستولي على فريقهم الأسطوري فريقهم اللي عنده تاريخ كبير وأنهم لن يتوقفوا على المطالبة باسترجاحها من طرف شعب لأن هذه شركة إماراتية وهي شركة إماراتية تقوم بتخريب البلاد وتدمير البلاد ناهيك عن شراء الذمم من تاع هؤلاء الذين يشترونهم بالدنارات والدولارات واليروات قال قاية صالح قدوة راح في الناحية الرابعة كالمفروض يكون الأسبوع اللي فات لكنه ما قدرش طح لهم مريض طبيعي رسميا في جنوبي القادم يعود عمره ثمانين سنة أي واحد مننا يلتفت الآن ويشوف إذا كان أمامه والده أو جده أو جداته أن يشوف أن اللي عمره ثمانين سنة إنسان كبير إنسان يتعب أكثر إنسان يديه النوم أكثر مرة ما يرقوش في الليل تديه عينه وتتهدر معاه مثلا في الغالب الإنسان هذا يكسل ثمانين سنة تدعون عنده الأمراض طبيعة الأشياء طبيعة الخلق هكذا خلقنا الله لكن قاعد صالح يريد حتى هو ثمانين سنة وهو يا مرض وهو مريض الآن ما يقدرش يطلع على برميات ناش أكدوا لي بعض حرار الجيش اللي يشاركوا في تحذير الزيارات أنهم لما يكون كين حاجة لازم يطلع الفوق لازم يهبطلوا كلش للقراوند فلور لازم يهبطلوا كلش للريتشوسي طابق الأرضي وإذا كان لازم حاجة تطلع الفوق أقسموا لي الأحرار أنهم يطلعون لهم سنسور كون عارف اللي راه والراح يجيبون سنسور شركات خاصة إيطالية في الغالب تقوم بتركيب السنسور في خلال 48 ساعة أولا لكي يطلع التروازية من إيطال طبعا شركة الإيطالية مشح تديرها باطن بل يقسموا لي أحرار الجيش أنه عزكم الله تواليت انتاو ما يمشي فيها عنده كاميو معاه رفت فيه تواليت ورفت فيه كل شي مع ما يمنش إلى هذا الحد إذن راه غدوة راح لورقلة من ورقلة غدوة أو بعدها بنهار أو يعاود يخطب وطبعا هو يخطب لأن العسكر عسكر لازم يكون في حالة استعداد في حالة تحية مرات راه فيه شهادات إن شاء الله نشرها يومين هذون ونشرهم إن شاء الله نتعى بعض الأحرار أيضا واحد منهم يقسم باللي مرات يخرجهم ربع ساعات ست ساعات ست ساعات وهما في حالة الاستعداد أو شبه استعداد وهما رفضين سلاح باش يخرج القايد الصالح يدير له هذا سلاح أنت على زر دقائق أو ثلاث دقائق استعباد استعباد ويقول استعباد الضباط حتى الكبار حتى بعض الجنيرالات حتى بعض العقداء الرعب لأنه لم يجب القايد صالح القايد صالح هناك لحظة معينة يقول هاي يالله رادي هذا لكان محظوظ يقول ليس برك رادي يقول أن المرأة رادي ودعون الحبس أخونا التاج خالد ضربوه بست سنين سجن جنيرال شاب عنده ثلاث سنين وربعة من ثلاث سنين حبس لأنه رفض لكي يمر المشاريع 300 مليار لأولاد القايد صالح قالهم يريد أن أرى أعطون نشوف المسؤولية عليها هذا الرفض كلفه ست سنين حبس حيا الله التاج خالد وكل أحرار الجيش في أي رتبة كانوا يفضلوا يدخلوا للسجن يفضلوا أن يتراض إياه يفضلوا أنهم يطرادون يفضلوا يظلمون ولكن لا يخنون البلاد ولا يخنون القسم ليقسموا بأن يكونوا في خدمة البلاد وليس في خدمة العصابات اللي ركنها الرئيسي هو القايد صالح اللي يريد أن يخادع الشعب لكن الشعب فاطن وفايق والدليل هذه المواقف شعرات الآن مكاش انتخابات مع العصابات مكاش ما فيه اشتخابات مع العصابات لن تكون بإذن الله اليوم كان فيه أخبار أيضا أنه تم إطلاق لست متأكد من الخبر تماما لكن أعتقد أنه الأقرب إلى الصحة أنه تم إطلاق رصاص كاويتشو على على أحرار تيشي في منطقة بجاية هذا إذا تأكد هذا الخبر فهذا خبر خطير جدا وهذا معناه أنهم بدأوا يمشوا تجاه العنف ونحذرهم من ذلك هذه ليست تسعينات بحيث تقتلون الآلاف بل عشرات الآلاف تحت أصوار مغلقة نحن في عالم أنترنت في عالم تليفون في عالم الكاميرات والله لن ينجو أحد لن ينجو أحد من كبار ضباط اللي يعطوا قرار بإطلاق الرصاص حتى الكاويتشو على أحرار البلاد فأني أحذركم وأنصحكم ما تلعبوش بالنار إذا بدأتم بإطلاق النار تحت أي ظرف تحت أي تبرير والله لن تنجو وشوفوا هاو نزار وراء هارب الآن نزار اللي كان الكثير منكم يحلم أنه يشوفوا قدامه هاو هارب ولما جي دولة الأحرار ما يخلوهش هارب يجيبوه ويحاكموه أمام القضاء العادل إذن أحذر وأنصح الجنرالات بأن لا يفعلوا وأنصح إخواني في الجيش وفي الشرطة وفي الدرك أن لا ينفذوا أوامر إطلاق الرصاص ولو كان تعكاويتشو الشعب رهمه سالم مهما كان غضب الشعب لحد الآن العالم أجمع بل أنه قايت صالح نفسه هذا وأتباعه يعترفون بالسلمية هذا الشعب وبثبات هذا الشعب ثاني وأكيد مرة أخرى وأنصح ما تلعبوش بالنار فيها هذه الأيام أيضا يحتفلون بالأول من نوفمبر في بعض بعض القنصليات وبعض السفرات أي إنسان جزائري حر لا يقبل دعوة لهذه السفرات حتى لو كانوا يقعد قبلها من قبل نحن في حالة ثورة نحن في حالة استرجاع الجزائر نحن في حالة استرجاع الجزائر لتخليصها من هذه العصابات ما نشفي حالة الاحتفالات الاحتفالات سنحتفل بإذن الله حينما تعود هذه البلاد لأهلها ولكن هاوم الكاشيريس لبرة طبعا يطمعون كان يطمع في شوية حلوة وفي شوية وبالك يشوفوا السفير ولا القنصر يسلم عليه وبالك لا خليك هاي الناس هكذا هاي الناس الحاكم بالنسبة ليه يقدسونه فنصيحتي لإخواني اللي رحوا هناك أن يأخذوا صور ويأخذوا فيديوهات وتنشر وتنشر ويشوفوا الناس قدواش بعثرة الأموال تعالي الشعب الجزائري في احتفالات لا تقدم ولا تؤخر شيء بل أنها ضد روح وفكرة نوفمبر في نفسها أعود الآن تتمنى أني منسيش نقاط كين نقاط كثيرة في الحقيقة ولكن أعود الآن لحديث الفكرة التنسيقية وتأطير الحراك وفيه ثلاث نقاط والأربع نقاط أول نقطة أحبت أن أقولها لي إخواني هي أن هناك تقبل هائل لهذه الفكرة وهناك رسائل بلا حدود من الإيميلات ومن الفيسبوك ومن الواتساب ومن التليفونات وترحب بفكرة تنسيقية تؤثر الحراك لكن قبل ما نتحدث على هذا الأغلبية رح نتحدث أيضا على الأقلية اللي هي عندها ربما اعتراض وكي الناس لعندهم اعتراض رح نقول الأسباب اللي عندهم والخلفية اللي عندهم أنا من ناس ليتقبل رأي الآخر ويتقبل الانتقاد ويتقبل أي فكرة أخرى لما نعرف صاحبها صادق أو ينطلق من قاعدة أنه صادق بالعكس أحيانا نتعلم من الذي يخالفنا في الرأي لما يكون هذا الرأي صادق ومخلص لكن خلونا نبدأ عدة نقاط خلونا نعود نذكر بهذه الفكرة هذه الفكرة يا إخواني أول شيء فيها هي الهدف منها ليس تمثيل الحراك القضية ماهيش تمثيل ريبرزونتاتي بيتي القضية هي تنسيق كوردناسي في فرق ويش معنها تنسيق أو تأطير الحراك أنا شخصيا ونسي عرفوا أنه في البداية وققيت عدة أشهر وما زلت ضد فكرة تمثيل الحراك لأنه قلت أنهم يريدون تمثيل الحراك لقطعوا رؤوسه أو شراءه أو شراءهم وهنا شفنا إخواننا الأحرار حتى لما ما هم لا فيه تمثيل يلا ولو شافوا اللي عندهم نوع من القبول عند الشعب هم مسجونين الأغلبية هم مسجونين إذن فالقضية إذن ما زلتا عند رأي في قضية التمثيل والتمثيل أيضا لماذا مش فقط لكي لا النظام هذا ما يقطعش رؤوس لمثل الحراك لأنه أيضا تمثيل يفترض حد أدنى من الانتخاب والاختيار بينما بينما تنسيق العمل لا يفترض إجماع حوله وإنما أن يكون هناك رأي غالب حول الفكرة ما معنى تنسيق وتأطير الحراك تنسيق أعماله وتأطيره ما معنى بمعنى نعطيك المثال قبل أسبوعين كان في حديث على إضراب يكون يوم ثلاثة والأربعة والخميس وعطقت حتى الأسبوع الماضي لكن هل يتم الإضراب بدأ في بعض الأماكن ثم حبس أماكن أخرى ما بدأش فيها في نفس المدينة الناس اختلفوا ندروا إضراب ولا منديروش ونفس الحي الناس اختلفوا נدروا إضراب ولا منديروش لي قالوا ان دروا إضراب الأخرين قالوا المشكوم قالكم يقولوا اسمعنا شكوم في الأنترنت نعطي شكوم في الأنترنت من وراه هالمفكرة مش عارفين إذن في الغال ما مشاش الاضراب برغم ان الناس كانت تريد وكانت مصرة عليهم لماذا ما مشاش لان الاضراب موش مثل الخروج يوم الجمعة ويوم الثلاثة الخروج يوم الجمعة ويوم الثلاثة هو رياحسيا هو ردة فعل على افعال السلطة الغاشمة الطاغية فرد الفعل الناس متوافقة عليه خاصة ان فيه الناس يتحدثوا يتدخلون في اللايفات في الكتابات في العشرات الجزائرين بالمئات ربما الاف فعموما الناس متفقة على الفكرة فكرة ترد الفعل لا رياكسيو متفقين عليها حتى الشعارات تقريبا الناس الدوغ تقريبا الشعارات هي نفسها في اغلبيات المدن كيف كيف لماذا؟ لان الفكرة الرئيسية الفكرة الرئيسية الهدف الأسمى للتيوم أبجيكتيف strategy goal ولا aim ولا objective هو ماذا؟ هو دولة مدنية دولة العدل والحق والقانون الناس متفقة على هذه ولذلك الناس لما يجيب لهم واحد مرات واحد يجيب فكرة علمانية واحد يجيب فكرة إسلامية يقولوا خلينا خلينا مش في هذا الوقت الناس محقعة هذه الخلافات ستحل فيما بعد وتناقش فيما بعد أقول لي لما الخلافات اللي تبقى يفصل فيها الشعب إذن الفكرة الآن هو أن تكون الخطوات لتخذوها إخواننا في مختلف المدن أن تكون منسقة وبما أن هذه الخطوات هي أكسية هي فعل فيعني هنا يعني حد أدنى من التنسيق مع المدن الأخرى داخل المدينة بين الأحياء يكون حد أدنى كيف يش ناس تصل لهذا الحد الأدنى؟ يجب أن تكون هناك هيئة يثق فيها الناس وهذه الهيئة تقترح تقول مثلاً غدا الثلاثاء مثلاً قال من الساعة الزوج للساعة السترنا في إذراب أو مثلاً قال الأربعة عمال البترول والغاز يدخلوا في إذراب فيستمع لهالناس لماذا؟ لأن هناك هيئة على المستوى الوطن كله ثانياً هذه الهيئة فيها أشخاص نستثق فيهم تعرف نضالهم تعرف إخلاصهم لهذه البلاد ولهذه الثورة ولهذا الشعب فالناس تستمع إذن فهو توحيد للخطوات أو للأفعال المراد مواجهة العصابة بها تعطير للحراك وتنسيق أعماله وخطواته وأفعاله ليس تمثيل هذه النقطة الأولى النقطة الثانية هذه الهيئة لم تتشكل بعد أنا حتى لما ضرحتها قبل أيام قلت أني أفكر بصوت عالي وأنا ما زلت نفكر معاكم بصوت عالي إذن هي أفكار جانينية في بداياتها وهذه الأفكار الجانينية قابلة للتطوير وطبعا يجب أن تتوسع لأنه سيتم النقاش مع الناس مع الجزائريين عموما مع الحراك عموما ومع ناس لأثبتوا حبهم وإخلاصهم ومقاومتهم لهذه العصابات وحبهم وإخلاصهم للشعب إذن الفكرة ما زالت أولية ما فيش قيادة الآن لهذه التنسيقية خلنا نسموها بين قوسين المجلس التنسيقي ما فيش نسموه مؤقتاً مجلس التنسيقي وليكن مجلس التنسيقي للثورة الجزائرية أو المجلس التنسيقي المؤقت للثورة الجزائرية مثلاً ما فيش قيادة له فيه شخص رأي يطرح في أفكار ورأي يقول أنا مستعد نساعد وأضاف هذا الشخص لهو أنا أني لست طرفاً فيها بمعنى أني لن أكون غاداً في هذه التنسيقية حتى لا يقول قائل أنه يريد أن ينشئ شيء هو يديره اليوم كثير من الناس تصلوا بيها بما فيهم نقاش مع أخونا اليسر أحماني لذلك بعد نتكلم شوية على جزء من هذا النقاش وأصروا قالوا لا لجب أن تكون وإصرار شديد يعني من الناس اللي تصلوا لما سمعوا قلت أنا من لي مش هنكون أنا مرة أخرى نقول أخواني لماذا أنا لا يجب أن لا أكون لماذا يجب أن لا أكون باش نستفهم أني كومفليتمون ليس لدي أي غرض خاص من هذا الموضوع إلا أن نساعد في وجود هيئة تنسيقية تنسق تحركات وأفعال وأعمال الثورة القائمة على الأرض وهو علش مهم أني ما نكونش موجود فالناس لما يشوفوك ماكش موجود كاي الناس كاي الناس رهي نفوس يا إخواني كاي الناس رهي نفوس أنا صراحة حتى أنا فوجئت من شخص مش بعيد مني يعني ويتصل بي وعنده التليفون إلى آخر لكن فوجئت بأنه بدأ يشن في هجوم على هذا التمثيل بدأ يشن في هجوم هكذا وكلمات مبطنة إلى آخر علاه لي مش فاهم وربما حدثته نفسه ولا واحد حدثه باللي أنا رايح نستولي على هذا المكان وعلى هذا التنسيقي طيب أنا يقول مش حنكون فيها مش نزيدكم أكثر من هذا خلي نزيدكم حاجة بين قوس ساني عندما يقولها لكم أنا لو كان نحب نشوف لوجهة نظري الخاصة نكون أنا نكون ضد التنسيقية هذه لماذا أنا نكون اليوم نتكلم وهم كين إخواني عشرات الألاف اللي تابعوني مباشر ومئات الألاف اللي تابعوني فيما بعد على اليوتيوب وعلى الفيسبوك وعلى عدة مواقع يوتيوب واللي رايح تنقل ما أقولي لآخره فأنا معناها راني بشكل غير مباشر راني نوصل في فكرتي لنامن بها ونعتقد بها واللي الناس رايح معتقدين الأغلبية العظمة بها إذن لو كنشوفنا المصلحة خاصة بالعكس نكون ضد نكون ضد أي شي يتشكل لأنه كيتشكل هذا الشي ويصبح يعطي تعليمات وتوجيهات وتأطير أنا ذلك الوقت أيضا سألتزم به ما يقدرش مثلا هذه مثلا المجلس التنسيقي المؤقت للثورة الجزائرية مثلا يصدر يقول سنقوم بإضراء بيوم الثلاثة والأربعة على مستوى الوطن كله وأنا مثلا رأيي لا عكس ذلك ما نقدرش نخرج في لايب ونقول أنا عكس ذلك نسكت نلتزم الصمت ولا نقول أنا رأيي مش هذا لكنني ملتزم به لأن الخذاته هيئة عموما تعبر عن عن ما يريده الشام شتوم أنا لو كانجي المصلحة الخاصة من الأحسن ما يكونش لكن أنا لا أنظر المصلحة الخاصة أنا عمري لا أنظرت المصلحة الخاصة وأنا قلت أن لا طمع عليه في دنيا الناس ولا في سلطتهم بإذن الله برغم أن فيه كثير من الناس يعترضوا على هذه الفكرة لكن أنا هذا رأيي أنا رأيي وقلته هو تقوية المجتمع أنا هذا اللي نامن به لأن حينما يكون مجتمع قوي لن يأتي أي إمكان بش يخادعه لا باسم الهوية ولا باسم اللغة ولا باسم الدين ولا باسم الإديولوجيا ولا باسم لن يأتي أي واحد ما يقدرش يخادع الأغلبية ما يقدرش وبشوية بالشوية المتنطعين والمتطرفين لزيكستريميست ينقصوا لأن هناك حريات هناك مجتمع قوي فاهم يعرف ما يريد أنا هذا دوري الحب نقوم به وأنا لا أزعم أني استثنائي أو لا أقول فقط أنا أؤمن بهذه الفكرة وأدعمها وهي تمكيل المجتمع بش نعود نرجع إذن لهذا المجلس تنسيقي بين قوسين لم يقم بعد ليس في قيادة لحد الآن ليس في أشخاص لحد الآن ليس فيه شيء هو فكرة يناقشها الناس ويتوسعوا فيها أنا فقط وضعت لها إطار مؤقت أفكار مؤقتة كان ممكن وكثير من الناس يطالبوا فيها يقولوا لي خذ حاجة درها أقودها وإحنا معاك لا أقول لا لا تنقصني قوة الشخصية ولا قوة الفكرة ولا قوة الموقف ولا مبدئيته لكي نعمل هذا الشيء وأستطيع أن أفعله وأعرف أن لدي من الناس من يتبع هذا لو مشيت فيه لكني لا أريد أن أقوم بشيء منفرد واحد وثاني حتى الشيء اللي رأني نساهم بإنشاؤه وتكوينه لا أريد أن أكون طرف فيه حتى لا يخشى أحد أو يخاف النساء هيمين النساء سيطر النساء أفرض رأي مش موجود معاك أصلا مش موجود معاك بل بالعكس قد ألتزم بما تتخذوه انتم لتشكل منكم الهيئة وإذاك بعض الناس سمحهم الله يعني بدل ما ينتظروا يستمعوا يشوفوا الأفكار مباشرة والبعض ليس فقط هذه زاد خلطها بين قضيتين كلمني أحد الأفاضل هنا في لندن قال للناس يقولوا بلي رأيك تكلم على جونيف وبريكسل ونيويورك وواشنطن وما تكلمش على لندن باعتبارك وكأنك تتمثل لندن قلت له على واش قال لي على التنسيقية قلت له رأي مغلطين تماما هاد الناس يقولوا هاك باختصار بسيط لأن جونيف وبريكسل ونيويورك وواشنطن هي حول قضية الفيسبوك قضية مختلفة تماما ما هيش قضية المجلس التنسيقي قضية كيف لا يستضعفنا الفيسبوك كيف نواجه الفيسبوك باش ما يبقاش يستضعف الجزائريين ويغلق لهم في الصفحات بالآلاف ويترك الذباب يفعل ما يشاء قضية هذه هي معركة مع الفيسبوك فرضت علينا فرضا فرضها الفيسبوك وعلى الأرجح فيسبوك الإمارات هو اللي فرضها إذن لا علاقة لها بالموضوع الثاني تداخلت عند الناس وليهذا لماذا لأن كثير من الناس ما يجيش يسمع منك مباشرة يسمع القيل والقال قال اسمعت لأخر قال يقول له أنا ما اسمعت يقول له أنا اسمعت وحدة أخر ينقل إذا كان لي ينقل صادق فينقل بحق إذا كان لي ينقل الإنسان كاذب أو مخادع فرح خادع الناس ولذلك أنا أقول دائما اسمعوا من الإنسان اللي يتكلم وحكموا إليه أنت حكم من بعد إذا فهمت حكم خلق الإنسان وعجوله ولا تتعجل إذن بالنسبة لأهل الإخواني الأفاضل اللي يرى هم يبدلوا في مجهود كبير في لندن البعض منهم اللي مفهمش ونزعج لا علاقة للموضوع تاع المجلس التنسيقي بقضية بريكسل وجينيف ونيويورك وواشنطن وباريس إلى آخره هذه متعلقة بالفيسبوك وهذه كان لدينا مظاهرة الخميس الماضي هنا مثلا في لندن وكانت في باريس وكانت في واشنطن في نيويورك وفي كاليفورنيا وفي مادريد وإلى حد ما في بريكسل وإن كان منع البوليس أنا ذاك لأنني لم يكن لديهم إذن لكن ذهب بعض الأشخاص الأفاضل هذه تتعلق بالفيسبوك وبالمناسبة راهي هذه الخميس أيضا قائمة هذه رانا نسقوا فيها هنا في لندن في ناس نينسقوا فيها إذن لا علاقة لها بالجماعة اللي رانا يرتبوا في الحراك في لندن وبالعكس حضروا كثير منهم وقاموا بدور هائل أما قضية مجلس تنسيقي فهذه معروضة على كل جزائرين في الداخل وفي الخارج وهي ما زالت فكرة جنينية فكرة أنا عبرت عنها بصوت عالي فقط فلا تنزعجوا يا إخواني سواء اللي ينضلق منكم بقلب صافي أو اللي وراء حسابات أو عنده مشكلة ما زال والحديث رأى محدود جدا ما زال ما يعني حتى لما تحدثت مثلا اليوم تحدثت مع الأخ ياسر رحماني لأن كثير من الناس آلاف الرسائل وصلت وخافوا بأن هذا الموضوع هو ضد الكريا لدارها نيسر رحماني وهذا الشيقاق وهذا ما ليش عارف وجه هذا رأس تفعل كذا وجه الأخرى تفعل كذا لا 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 ما عندهش علاقة حتى هؤلاء ما عندهش علاقة ويزيد طبعا الذباب يدخل المخابرة تدخل تنفخ لبعض إخوانا اللي كان بدل ما يتصلوا بي مثلا قاسة اللي عندهم رقم تليفون الناس قاعد عندها رقم الإيميل أو العنوان الإيميل كثير اللي عندهم رقم الواتساب الحقيقة أنا الأغلبية اتصلوا وحاولوا يفهموا الحمد لله لكن هناك قلة وبعضهم فاجأني فاجأني لأنني كنت نظن بالعكس يعني صادق في عمله وكذا بمجرد ظهرت حاجة ظن فيها سلطة هو مش فيها نقلب على عقيبه هذا يعطينا درس في الحقيقة في التعاون في مستقبل مع هؤلاء باش نعاود للفكرة الفكرة راهي ما هيش ما زال لم يتشكل شيء راهي مطروحة للنقاش راني تقدمت بمجموعة أفكار فقط للناس تبني عليها درافت زيرو يسموه درافت زيرو مسودة أو مسودة سفر بمعنى لا تلزم أحد ولا تلزم شيء مجموعة نقاط هنا ذكرتها في اللايبات نستبني عليها أما لو كان راني راغر باش نمشي في حاجة خاصة سواء أنا كشخص وحدي أو كحركة رشاد نديرها ولن أسأل أحد وامضي ولن أسأل أحد عندما خرجت قبل 24 سنة تركت ورائي وظيفة وتركت ورائي وطن وأهل وأم وأب وأشقاء ومنصب وسبعين ألف شيء لم أستشر أحد إنما استخرت لله وكان ضميري هو اللي يحدني مع ذلك أنا أؤمن بالشورى وبالديمقراطية وبالعمل الجماعي أؤمن بتمكين المجتمع أؤمن ببناء مؤسسات أؤمن بالتعاون مع الجميع إلا من أبى أنا دبلوماسي في تكويني وديبلوماسي في عقلي ما تظنوش هذا الشدة والخشونة اللي رأي نواجه بها العصابة هي هذه حقيقتي هذه لأني نواجه أئمة الإجرام أئمة الفساد أئمة الخراب أئمة الخيانة فأنا شديد معهم أما مع إخواني فأنا لين بل أحيانا هين ونخلي حتى من حقي أحيانا في كثير من الأحيان وأترك منصب الرئاسة في كثير من الأحيان إذن لا تتعجلوا الموضوع مزال ولا تخلطوا فكرة مع فكرة واللي يحب يفهم وعنده تليفوني يتصل بي وراني سأتصل بي إن شاء الله بمجرد أن تتوفر حد أدنى من الأفكار سأعرضها على كل إخواني الفاعلين في هذه الثورة المخلصين لهذا الوطن فلا تغضبوا ولا تنزعجوا حتى وإن كنتم قلة لا تغضبوا الحمد لله أن الفكرة تقبلها الكثير قبول حسن ويسر عليها الكثير لكن لا أسمح لأحد أنه يكون ضدها وما يكتب ليش من فضلكم اللي ضد الفكرة أو عنده يكتب لي يقول لي أنا ضد وها وعلاش لعله يقنعني حتى الفكرة نتخلى عليها لكن أنا مقتنع أن الأغلبية الغالبة مع الفكرة وهي الفكرة ليست تمثيل مرة أخرى نقولوها ليست سلطة إنما هو محاولة لتنسيق أعمال الشعب الجزائري الثائر بحيث أننا نأخذ المبادرة ولا نبقى فقط في الرد الفاعل في الرأيكسيان وإنما نتخلق أكسيان كونكريت هذه الفكرة أفضل وبما المناسبة لأن كثير من أخواني أصروا علي كما أصروا على أخونا إلياس لأن البعض فهم أني أنا سأنشئ شيء وراه أخونا إلياس أنشاء إلياس رحمني أنسأ شيء وهنا عدد لا لا والحقيقة تكلمنا مع الأخي إلياس ودار بينتنا نقاش وأنا أنا قلت أنا كنت اعترض الأخ على الأخ الإلياس في موضوع لما تحدث على العنف لكن الحمد لله لما تراجع على العنف على فكرة العنف أنه ممكن واجههم هؤلاء بالعنف إلى آخره لكن هو يفاهم وراجب الفاهم ويعرف أنه للأسف العنف الدانا في التسعينات إلى كوارث وإن كان هؤلاء يستحقون الإعدام في الساحات العامة هؤلاء العصابات لكن من الأحسن لو حتى هؤلاء لو يستمعوا للشعب ويلتزموا بما يريده الشعب أنه واش نديره يعني حتى لما الشعب يجي يعدموا في الساحات العامة واش يوضيف نحن نريد أن نبني وأن نصنع الحياة لا أن نصنع الموت نحن لا نؤمن بالفكر الانتقامي أنا لا أؤمن بالانتقام أنا أؤمن فقط أن المزعجين أن دولي نوتراليزي فقط لن يزيدوش يضرروا الوطن ويضرروا البلاد ويضرروا الشعب وينهبوا البلاد هذا مكان وإذا استطعنا سيون أريف لنوتراليزي سانزيفيزيون دو صن هذا سي اكسبسيونال هذا الحمد للله ذلك ما كنا نبق ذلك ما كنا نريد بل بالعكس هذا اللي لازم دائما نصر عليه كي نقول سانزيفيزيون دو صن حتى أمام القاضي ماذا بنا أنه ما يوصلش لن يحكموا عليهم بالإعدام في نهاية المطاف لو كانوا يلتزموا بما يريد الشعب رأوا في مصلحتهم هم نحكينا على كبار الجنيرالات مصلحتهم هم قبل أي شيء آخر إذن مع أخونا إلياس في الحقيقة كان نقاش جميل وكان نقاش مثمر واتفقنا على فكرة المجلس التنسيقي أنه في فكرة جنينية وحطيته هو في الصورة وقتلوا أن تحط في الصورة من تعرف وأنا نحط في الصورة من نعرف والخاوة اللي تعرض عليهم في الداخل وفي الخارج اللي يقبل الله يبارك اللي ما يقبلش نتفهمه ووضعه ويقتله أنا في نهاية المطاف بمجرد أن تتشكل هذه الهيئة التنسيقية أنا أبتعد وأعود لعملي اللي أنا يقوم به دائما وسأستمر في عملي أنا أنا هذا الشيء اللي أنا يقوم به هو تمكين المجتمع هو نشر الوعي بغض النظر على العصابة والمعركة اللي معاها المعركة مع الإصابة هي الجزء من نشر الوعي وليست هي التي تأخذ أو هي لتغطي الوعي لا أنا أهدف إلى نظرة بعيدة جدا إلى تخطيط 50 سنة مشتعة الآن قد لا نكون يعني وعلى الأرجح مش ممكن الإنسان ما يزيدش حتى 5 سنين ولا 10 سنين أو حتى 50 يوم لكن الفكرة اللي راني نشتغل عليها هي فكرة تمكين المجتمع هذا المجتمع الفكرة هذه تمشي على 50 سنة باش نكون عنا قوة عظمى حقيقية مش لازمنا 50 سنة بنصد قوة عظمى لا قصد الفكرة بحد ذاته فكرة الوعي تستمر ولو لـ 50 سنة إذن إخواني قاني نعود باش نلخص ونشرح ونفهم اللي بالنسبة لإخواني اللي ما فهموش أو اللي يعتقدوا أنها سلطة وسنة قاسموها أو ما عندها لا علاقة بالسلطة ولا علاقة بالمناصب ولا ولا وعرفوا مليح أن اللي تخلى على منصب عمره 32 سنة مش رح يطمع فيه وفي أمور متعبة أصلا في 56 سنة هذه الواحد لازم يفكر بمنطقة حيانا قول يفكر بعقله ومنطقة يجد الأمور جيدة إذن قلت الحديث مع أخي إلياس ومع 2 و 3 من خوطنا اللي حكيت معهم ليدخل في هذا الإطار وأن هذه فكرة جنينية يعني ما زلت في مرحلة الجنين مرحلة البداية تماما أنها draft zero أن الناس تبني عليها أن الناس كل الناس تشارك فيها بأفكارها بآراءها وأن الناس تضع الأسماء التي تراها تمثل وهذه بعدين نعرضوها للناس اللي حب يكون في هذه الهيئة وتمضي الأمور ومرة أخرى أؤكد بالرغم أن أخي إلياس رحماني قعد يصير بشدة لن أكون في هذه الهيئة بإذن الله إنما أساعد في تكوينها وتأسيسها لتأطير وتنسيق أعمال الشعب على الأرض وإن شاء الله تكون هذه المرة الفكرة أوضح ومع ذلك قل لي إخواني أنا رأي لا أنزعج من الرأي الآخر المخالف ولا من الفكرة المعترضة ولا مع الذي ينتقدني ولكن فقط نتمنى الناس أن لا تنتقد أو تهاجم بدون معرفة بدون طلاع بدون علم إنما نقلونهم الناس كلام آخر وأن تتعجل للعسف فينا نحن الجزائرين طبيعة التعجل مرة كان الولي يقول يقول له على واحد يقول له كونجولور وحتى كل يتر فينا لأنه دايما متعجل دايما متأهب دايما في حالة اضطراب هكذا يحس أن الناس راح تهاجموا لا 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 ما فيه شيء يا أخوان ما فيه سلطة راح ينفق اسموها ولا فيه شيء السلطة نخلوها لكم إن شاء الله وهنا مخليينها من زمان مش الآن وطبعا لازم ليكونوا أحرار في السلطة ما هوش هذا ليس عيب مرة أخرى إخواني راي وصلتني نقدر نقول مئات الإيميلات فقط من لول بارح لليوم وطبعا الرسائل بلا حدود تعال فيسبوك والأشياء الأخرى أرسلوا راني نحاول نطلع عليها كلها لكن عذروني مانش نقدر رود عليكم كلكم عذروني من فضلكم مانش قادر رود كل رأكم الآن 26 ألف على اليوتيوب و10 ألف على الفيسبوك ساعدت بكم ساعدت بإخواني وسنظل إن شاء الله معكم حتى آخر نفس حتى تتحرر هذه البلاد الطيبة هذه البلاد المسقية بدماء الشهداء على مر مئات سنين وعلى مر الزمان الطويل هذه البلاد ستنهض وستزدهر وستكبر وستصبح لاعب عالمي بإذن الله ما توليش دولات صغيرة تعبث وتنهب وتسرق لأن عندنا طبقة خائنة ومفسدة في الأرض حيا الله لحرار في كل مكان بلغة لفك ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر